السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديو سنرى الطريقة الثانية لإنشاء thread by implementing runnable هذا مثل الطريقة في إنشاء class حتسوي implement بأنترفيس اسمها runnable runnable هذه أنترفيس معرفة في الجابة حنسوي لها implementation إذن في هذه الطريقة هناك three steps step الأولى you need to implement the run method إذن الانترفيس runnable تحتوي على della أو method run هي غير معرفة ونحتاج تعريف محتوها إذن هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية نحتاج إلى إنشاء thread باستعمال هذا الconstructor قلت لكم أن class thread تحتوي على العديد من constructors من بينهم هذا الconstructor بين قوسين نحتاج إلى object نوعه runnable ونحتاج إلى متغير ثاني يمثل اسم thread الرابTO والمرحلة الأخيرة بعد إنشاء الثريد نحتاج إلى تشغيل هذا الثريد باستعمال إذن هنا مثال لإستعمال Renable لإنشاء الثراد هنا قمت بتعريف Class New Thread Implements Renable عرفت متغير T نوعه الثراد هنا عندي الكونستركتر New Thread قمت في داخل هذا الكونستركتر بإنشاء الثراد T يسوي New Thread بين قوسين وضعت This هذا حيمثل Object نوعه Renable لأن This هو الـ Object اللي حيق أنشاؤه من New Thread وعندي اسم Demo Thread قمت بتباعة Child Thread أطبع معلومات الثراد ثم تسويق قمت بإنشاء الثراد تيذة Start شغلت الثراد عرفت محتوى Run Method Run Method ستقوم فقط بتباعة القيم من 5 إلى 0 أو من 5 إلى 1 أطبع Child Thread النقطتين القيمة وأقول للثراد أن ينام نصف ثانية إذن هذا Child Thread سينام نصف ثانية نصف ثانية بعد تباعة كل قيمة من 5 إلى 1 طبعا استعملت Try والCatch لأن الدلة Sleep يمكن أن ترسل Exception في الـ Main Class الآن أو الـ Class التي تحتوي على الـ Main Method قمت بإنشاء Object New Thread إذن الـ Computer سيذهب إلى محتوى الـ Constructor اللي هو معرف هنا وحيقوم بإنشاء الـ Thread سيطبع وحيقوم بتشغيل الـ Thread وحيقوم بتشغيل ثم أقوم بإطباعة القيم من 5 إلى 1 داخل الـ Main Thread يتلاحظون أن الـ Main Thread سيطبع Main Thread ثم القيمة كل ثانية هذه المرة وذكر أني استعملت try والcatch لأن sleep يمكن أن ترسل exception هذا الأوتبوت الذي تحصلت عليه أطبع main thread 5 ثم أطبع child thread 5 وchild thread 4 لماذا؟ لأن الـ thread سينام نصف ثانية فقط إذن عندما يكون الـ main thread نائم ثانية كاملة سيستطيع الـ child thread أن يشتغل مرتين يطبع قيمة 5 ثم 4 ثم سيستيقظ الـ main thread ويطبع القيمة 4 سينام مجددا ثانية في تلك الثانية سأستطيع أن أشغل child thread مرتين وأطبع child thread 3 child thread 2 إلى غير ذلك هنا مثال لإستعمال الـ runnable إذن قمت بإنشاء class thread-runnable سأسوي implement-runnable تلاحظون أن الـ computer يقول لنا في خطأ هنا لماذا؟ لأنني لم أقم بتعريف الدل-run إذن بإمكاني أن أكتب add-unimplemented method إذن يجب أن أعرف هذه الدل-run عشان يشتغل البرنامج سأضع هذا في بداية الكلاس هنا أخلي المين في آخر الكلاس إذن سأقوم بتعريف thread-t سأعرف الـ constructor سأكون public thread-runnable هنا يمكن أن أعطي أي اسم لي thread-string-s ثم سأكتب t يساوي new-thread بين قوسين سأضع this لأن هذه الكلاس implement-implements لـ runnable لذلك أي أبجيكت ينشأ من هذه الكلاس هيعتبر runnable ثم s اسم thread ثم سأكتب t.start وشغل thread إذن داخل الـ run method سأقوم بتباعة القيام من خمسة إلى واحد إذن try إذن سأستعمل أدل sleep try for int i يساوي خمسة i أكبر من سفر i minus minus إذن سأستعمل system.out.println child-thread النقطتين القيمة i وأسوي sleep-thread.sleep سأنام نصف ثانية ثم نسوي catch إذن exception e وأقوم فقط باتباعة error يمكن system.out.println error أقفل هنا أروح للمين أقوم فقط بتعريف object نوعه thread runnable ما أحتاج إلى مؤشر آآ لهذا الـ object runnable thread على طول عندما أنشأ هذا الـ object داخل الـ constructor تلاحظون أنه حيشغل الـ thread إذن هنا ما فيه ولا start للـ thread ثم سأكتب إذن تباعة القيم من خمسة إلى السفر في المين thread إذن سأقوم هذا الجزء من الكود أقوم بتكراره داخل الـ main فقط أغير هنا عوضا عن child سأضع سأضع main main thread ثم سأضع و سأقول الـ main thread أن ينام كل ثانية أشغل هذا البرنامج أتحصل على main thread ثم child thread مرتين سيشتغل يطبع القيمة 5 و 4 وأيضا القيمة 3 ثم سيستيقظ الـ thread الـ main thread سيطبع القيمة 4 ثم سيستيقظ child thread سيطبع 2 و 1 إلى غير ذلك